كما أعلنت أيرلندا والنرويج لاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وأكدت دابلن أنها ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع رمالله بدوره قال وزير الخارجية النرويجي أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين يشكل محطة مميزة في علاقات أوسلو مع السلطات الفلسطينية أو مع السلطة الفلسطينية بشكل خاص معربان عن أسفه من غياب التزام بناء من جانب إسرائيل في هذا المجال الثامن والعشرون من مايو يوم لن يمحى من الذاكرة العربية مع دخول اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ بهذه الخطوة تكون 145 دولة قد اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ورغم رمزية الأعلان تأمل الدول الثلاث في أن يدفع هذا الزخم دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بها والاعتراف بدولة فلسطين وقبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة كانت فكرة اعتراف دول غربية بدولة فلسطين مرتبطة بنتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي توقفت منذ أبريل من عام 2014 اعتراف الدول الثلاث بفلسطين أثار خلافات داخل البيت الأوروبي فبينما أعلنت اسلوفانيا ومالطا أنهما بصدد الاعتراف بدولة فلسطين إلا أن دولا أخرى مثل فرنسا رأت أن الوقت غير موات حاليا بينما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل في رفض نهج الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد وأصرت على أن حل الدولتين لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الحوار وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 2014 أما أتشيك والماجر وبولندا وبولغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وأثار قرار مدريد وديبلن وأسلو الذي أعلنته الأسبوع الماضي غضب إسرائيل وردت بسحب سفرائها من العواصم الثلاث كما منعت إسبانيا من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية واتهمتها بمساعدة حماس إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد عزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول اشتركوا في القناة